سورة ولش يعطيك العافي عافيك يعني بلاب بكر رح تحطيهما صورة وتسألين على هذه اسمع اللاب ما في مجال أحط لكم صورة وأسألكم عليها يعني رح نعمل مراجعة سريعة كتير على مادة السمنتم على الأغلب لأنه اليوم هيعملنا على الدينتين نعملكم على السمنتم والبالب بكرة هيك مراجعة سريعة مستعد زمان وبعدين رح أخليكم تبلشوا يعني تشوفوا السليدات إذا انتبهتوا على الريبورت اللي برا رفعت لكم هي على المودل بكرة هيكون في عندكم كتير صور تاخدوها لأنه انتوا عندكم بالريبورت تبع اللي مطلوب منكم للأسبوع اللي وراه رح يكون عن الدينتين بالب والسمنتم طالبة أنا مثلاً أربع صور ترسموها للدينتين في مماطق مختلفة طالبة الدينتين والبالب مع بعض طالبة كمان ثلاث صور للسمنتم فبتكم تاخدوا على الأقلية يعني أقل إشي سبع سفين إمجز إشي بهاي فوكس للدينتين إشي بهاي فوكس للسمنتم إشي بهاي فوكس للبالب آه ماشي دكتور يعني بكرة الوقت رح يكون موزع أكتر لانتوا تشوفوا السليدات وتركزوا على مناطق مختلفة آه ماشي اللي هي أحط لكم صورة وأسألكم عليه رح يكون بالمحاضرات آه ممكن أعملكم break room وأحط لكم مثلاً لكل room سؤال وتجاوبوا عليه بعد أن نعود نتناقش يعني أنا مفكرة إن شاء الله نخلص الperiodontal ligament أعملكم شوية مراجعة قبل قبل الفاينال قبل المتر أوكي على أساس يعني أشوف مستوى درستكم قدش أنتوا فاهمين في أشياء مش فاهمينها بتتمنى منكم تدرسوا أول بأول عجلة الامتحانات صعبة كتير المادة كبيرة بوقت كتير قدير ما بتدرسوش مش رح يتلح وتتمكنوا من المادة زي ما هو لازم تمام حدا عنده كمان أسئلة شوفكم بكرة إن شاء الله على خير بإذن الله طيب هلأ نعمل هيك مراجعة شوية سريعة عن الدنتين أوكي على أساس بكرة أنتوا تعرفوا الفيتشورز الهيستولوجيك فيتشورز اللي لازم تشوفوها بكرة أوكي كمان مرة الدنتين مقدر نشوفها بground sections مقدر نشوفها بdecalcified sections أكتر التفاصيل مقدر نشوفها بground sections لأنها الانورغانيك ماتريكس بتكون لساتها preserved however بالdecalcified section بالدنتين منقدر نشوفها بوضوح لأنه كمان الانورغانيك ماتريكس فيها كتير عالي ولكن التفاصيل التفاصيل بتكون أوضح بالground section نفس الشي بالنسبة للpulp مقدر نشوفها بالdecalcified section أكتر من الجراون section صراحة أوضح من الجراون section خصوصا عشان نشوف كل الفيتشورز تبعة البulp لازم يكون السن صار له fixation before maldehyde لأنه بدون fixation before maldehyde السلس بصير لها disintegration بتتحلل أما لما أول ما نخلع نحطه بfixative agent بتضل البulp بكل الhistological features تبعتها والcytology تبعتها تبعته بالنسبة للsementum نحن نقدر نشوف بالground sections والdecalcified sections بوث of them we can see السمنتم بشكل واضح ولكن الdecalcified section اللي هي بتكون مع الميكوزة ممكن نشوف الperiodontal ligament ممكن نشوف شاربيز فايبر انسرتد انتو مش متفاهمين نحن ربيني بنقولها بتقولها انه اوكي عبير بتحكي مع اهلها مش بسيطة مش مشكلة اما بالdecalcified sections بكون في عنا شاربيز فايبر نقدر نشوفها ووضوح inserted into the cementum however we can see by high quality background section decalcified section السمنتم اوكي هوني عنا decalcified section اه طبعا هون المفروض يكون في انامل انامل صلو decalcified section هون الجنجبل crevicular crevice او الجنجبل crevice اوكي اللي هي بين الجنجبة وبين وبين الانمل بتكون وطبعا هون بها المنطقة اللي انتو شايفين هون هذا هون عنا الميبوزة هون عنا الالفيلربون وهذا عنا التيث عنا هون الدنتين وهون رح يكون عنا السمنتم وزي ما هو واضح هون عنا البلب طيب اذا تذكر انو الدنتين هو اللي it occupies the bulkness هو بشكل bulkness of the tooth وحكينا احنا كمان الدنتين هو the inner layer او the deeper layer او the second layer after the animal بيجي عنا الانمل superficially بالcoronal part of the tooth بعدين بيجي عنا الدنتين beneath الانمل والدنتين بيعمل protection للبلب اللي هو بيكون بالcor تبع السن كمان الدنتين بيكون second layer بالradicular part of the tooth بيكون externally covering it السمنتم من الفيتشرز اللي منشوفها بالدنتين اول اشي احنا منشوف منلاحظ اللي هي الكيرفتشر تبعت الدنتين التوبيول احنا حكينا بالمحاضرات القبل انه الدنتين مكون من عدة structures طبعا هو الدنتين نتيجة الدنتين اللي بتعملها اللي بتعملها الودنتوبلاس بتعمل الودنتوبلاس اللي بعدين بسله calcification وبكون في عنا دنتين التوبيول هاي الدنتين التوبيول بكون جواها الودنتوبلاس بيكون بيكون لها شكل معين تاخد شيب معين جوا الدنتين وبتعطي الدنتين الكيرفتشر اللي احنا منشوفها هاي الكيرفتشر بتكون على شكل سيجمويد او اس شيب كيرفتشر اللي هي الاول كيرفتشر الاقرب اشي من الدنتين وينعمل جنكشن الكيرف تبعها بيكون upward وبعديها الinsertion لهدول tubes بالinner surface الكيرفتشر بتكون radicular او apically curved وهاي طبعا تسمى ايش primary or secondary كيرفتشر primary primary كيرفتشر اوكي هوني عنا الكروس سكشن للدنتين بالكروس سكشن بالدنتين رح نشوف بوضوح circular objects هاي circular objects هي عبارة عن الدنتين tubules هدول الدنتين tubules بتكون احنا حكينا انه حوالين الدنتين tubules بيكون في عنا نوع معين من الدنتين اللي هو بتسمى الperidنتين اوكي وبين الperidنتين والperidنتين في عنا الenter tubular dentine البفرة الenter tubular dentine على الperidنتين هو lesser mineralized than الperidنتين الperidنتين higher highly mineralized او more mineralized than the intratubular dentine فيها collagen type 1 اكتر من ال intratubular dentine دكتور عندي سؤال نعم وperidنتين ولا pretubular هو pretubular هي لغوة عندي pretubular dentine الperidنتين هي المنرال layer اللي الدونتبلاس بتحطها بال mineralization front اما هي pretubular dentine هي لغوة عندي عندي انا 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 بتزل او كي اصبح بلغوة مجدد واضح تمام اذا عنا peritubular dentine في عنا intratubular dentine هون عنا كمان cross section بهاي اللي cross section ل demoralize section ب demoralize section رح نشوف بوضوح كيف صار عنا demoralization ل peritubular dentine وال intratubular dentine وضل عنا بس وجود اللي هو ال odontoblastik process طبعا هون عنا الدنتين كيف بكون في ال component تبعته هي بتكون high component of collagen type 1 هون عنا كمان cross section of الدنتين ممكن بكرا نشوف هي very high magnification ممكن نشوف بresolution اقل من هيك وهي طبعا elektromicroscope هون مبين عنا الperitubular dentine هون عنا بين ال intratubular dentine في عنا هون ال odontoblastik process انا اعتقد انه هاي هي ال odontoblast كون هاي طبقة كتير قريبة من البلب وهون عنا كمان كمان cross section طيب اذا انا وقفت الكرسر على هالمنطقة هالمنطقة ايش نوعها which type of dentine is this intra 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 tubular dentine او طيب وهاي peritubular dentine bravo عليكم peritubular dentine والنقطة السودا tubule tubule process odontoblastik process او او اذا بتذكروا كمان حكينا احنا انه كيف الدنتين الدensity تبعت tubules بتكون اكتر لكل ما منقرب على inner surface of dentine وطبعا هاي بسبب surface area هون بتكون اقل مقارنة مع surface area اللي بتكون عند dentine inamal junction فاحنا منشوف هون اكتر عدد من dentine tubules او odontoblastik processes مقارنة مع dentine بالاقرب اشي ل dentine inamal junction بالاضافة بالاضافة لهيك احنا نلاحظ كمان اشياء اللي هي الدياميتر تبعت التubule القريبة من inner dentine بتكون دياميتر اكبر مقارنة مع الدiameter of the tubule بالاوتر dentine غير هيك طبعا هاي it coincides with the fact انه ال odontoblastik processes بال inner dentine الدياميتر تبعها بكون اكبر وطبعا احنا نعرف انه tubule هو it follows the diameter of the odontoblastik process فعشان هيكون عنا الدياميتر تبعت التubule اكبر من الدياميتر تبعت tubule بالاوتر dentine كمان اذا هون نعمل مقارنة ثانية ممكن بكرا هاي نقدر نشوفها بcross sections انه انه بcross sections انه الانترو tubular dentine بال inner dentine بتكون المسافة اضية او اقل مقارنة مع الانترو tubular dentine بال outer dentine طبعا وعشان هيك الpermeability بال inner dentine بتزيد مقارنة مع outer dentine اوكي هون هاي لدينا كمان طبعا electron microscope هاي بتبين لنا tubule هاي كلها tubule طبعا هاي اللي هي peritubular dentine عنا هاي الodontoplastic process في عنا يعني هون مواضح لنا انه ال peritubular dentine هي معمولة من collagen type 1 في عنا طبعا الانترو tubular dentine اللي هي بكون less mineralized less organized collagen fibers اوكي اللي هي هاي اوكي هون عنا الbranchis بكرة كمان ان شاء الله رح ندر نشوفها سواء بال magnification 10 او 40 او اذا وفروا لنا ال oil اللي هل من شاء الله من شوفها على ال 100 اللي هي الbranchis باللي بتكون اقرب اشي لل dentineo enamel junction هكي انا اول اشي dentineo enamel junction بيكون escalop بالمناطق اللي بيكون وفيها high forces اللي هي المastication areas وملاقي في عنا كمان الbranching تبعت زي التري تبعت الدentineo tribules اكتر اشي بتكون near the dentineo enamel junction هون عنا واضح كيف الbranchis طبعين الدentineo tribules عنا هون هاي الدentineo enamel junctions كيف انه escaloped surface of dentineo enamel junction اوكي واني عنا هاي spindles طبعا هاي عنا اياها الانامل عنا anamel dentineo dentineo enamel junction spindles tribules وهاي الbranchis or the tribules واني كمان عنا كتير واضح ال dentineo tribules واضح الbranchis اللي بتكون موجودة بال 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 odontoplastic of the odontoplastic processes اللي بتعطينا اللي هي الكنeliculi طيب حكينا على primary curvature تبعة الدentineo tubules اللي بتكون على شكل sigmoid أو اه سوال نحكي على secondary curvature اللي هي بتكون mini curvature throughout the length of the dentineo tubules زي ما انكم شايفين هون شايفين هاي secondary curvature هاي secondary curvature secondary curvatures اوكي بكرة برضو ان شاء الله ممكن نشوفها بال higher magnification هاي تقريبا magnification 100 هاي هاي هم الس secondary curvatures هلا اللي حكينا كمان ازا بتتذكروا انو ولما secondary curvatures coincides with each other انو بيجو كلهم طبقات يعني كل secondary curvatures بيصير لهم alignment مع بعض بيصير عنا optical feature اللي هي بتتسمى control line of owen control line of owen هي منطقة بتكون hypocalcification بسبب coinciding of secondary curvatures of dentinal tubules together بتعطينا هاي الفينامنا او اللي اللي بتكون بتبين اكتر اشي باللونجدفيدنال sections ممكن بكرا نشوف ها وممكن لا اللي هي sclerotic dentine اللي هي كمان feature من feature تبعة aging تبعة الدنتine اللي هي بتصير sclerotic مش بس aging كمان لما يكون لما يتعرض الدنتine ل stimulus او trauma فبيصير sclerosis sclerosis هي سببها الapoptosis او death of odontoplastic odontoblast اللي بيصير بعد disintegration للodontoplastic processes وبالتالي بيبلش جو الدنتين التوبول سير في ان deposition لها debris وال hydroxy appetite crystals بيصير لها classification فبيصير الدنتين sclerotic بيبين بيعني under the microscope under the microscope وباي eye microscopic و microscopic بتبين على انها transparent sclerotic dentine بكون transparent وان عنا برضو واضح sclerotic dentine اللي هو زي butterfly shape او كي بكون convergence من pulpal floor to the outer dentine او كي عنا convergence او طبعا هاي سببها aging او trauma او كاريز في كمان features احنا حكيناها كمان اللي هي inter globular dentine حكينا كيف انو inter globular dentine هي منطقة من بصير فيها calcification بصير فيها defects بال calcification فبتبين عنا زي globules اللي هي بتكون مناطق من hypo calcifications او كي واذا بتذكروا الفيديو اللي شفناها بالtheory كيف بتتكون عنا inter globular dentine هاي 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 مناطق of hypo calcification بالdentine طبعا هاي اللوكيشن طبعها بيكون قريب من dentine وانعم الجنكشن بتكون تحت المانتل dentine قريب من dentine وانعم الجنكشن اوكي هلا ازا نحكي على طبقات الدنتين في عنا dentine وانعم الجنكشن بيكون طبعا في عنا ال بعدها بتبلش عنا منطقة الدنتين اللي هي بيكون فيها hypo calcification تتسمى المانتل dentine بيكون في عنا شوية looping او تغيير بالdirection طبعا of the odontoblast بسبب تغيير الفنكشن طبعها بتكون هون هاي اول طبقة بتحطها او بيصر لها deposition من ال odontoblast بتتبع بيصر لها calcification اللي هي المانتل dentine بعدها بتتغير direction of ال odontoblast وبيبلش عنا اللي هي circumpalpal dentine بداية من circumpalpal dentine ممكن احنا نشوف اللي هي interglobular dentine اكتر اكتر اسلام ممكن نشوف interglobular dentine هي pre-molars وال molars وزي ما حكينا interglobular dentine هي مناطق of hypocalcification او failure of calcification بتبين على انها globules هوني هاي اللي هي الكالسيفورز او الكالسيفيرز اللي هي السفيرز اللي بتبلش فيها الفوساي of calcification اللي هي الكالسيفيكيشن طبعاً في الدنتين بتبلش بيكون uniform بتبلش من الكالسيفور الكالسيفير وبدن تكبر concentrically اللي هي يعني بشكل دوائر عبل ما يصير في عنا total calcification اي خلل بالgrowth of الكالسيفيرز بنتجلنا عنها اللي هي اللي هي الغلوبيولز او interglobular dentine اوكي زي ما انتو شايفين هون طبعاً هي مناطق كمان مرة of hypo calcification او failure of full calcification كينا الجرانيولر layer of tom هي layer بتكون اكتر اشي زي ما حكينا زي تتذكروا كمان بالsementum حكينا انه هي بتكون بradicular dentine طبقاً تحت السمن تم هاي منشوفها هي اللي هي الجرانيولر layer وهي هاي الجرانيولر layer بتتكون بسبب واللوپنج ل dentineal tribunes بهاي المنطقة ومنشوفها اكتر بتزيد الدنسة تبعز 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 هنا خليك خليك معا خليك معا انا سكت المايك ايو حكينا الجرانيولر layer of tom بتزيد كل ما منتجه apically يعني بتكون وكل ما منتجه بتزيد بتزيد acellular cementum cervic بيكون اول طبقات السمنتم اللي بتصير بعديها بعد ال eruption of the tooth بيبلش عندنا اللي هي طبقات السليلر سمنتم تصير فهي بتكون اكتر من الميدل ثيرد ل الأبيكال ثيرد of ذروت عندنا بتكون سليلر سمنتم احيانا they are mixed احيانا they are stratified ولكن بشكل عام السليلر بتكون more cervically والسليلر بتكون more أبيكالي فاحنا هون هاي المنطقة منقدر نقول انه هاي granular layer of tom's أو tom's granular layer هي بها المنطقة هي more cervically حكينا كمان بعد السمنتم بعد طبقات السمنتم بعد السمنتو دينتينال جنكشن له زي هذا اللون الأخضر بتجي عندنا طبقة من الهايالين هاي الهايالين هي من نتاج الأودونتوبلاست هي أول طبقة من الأودونتوبلاست بتنتجها طبعا هي من من الproduct أو composition of the ground substance of الدينتينوجينيس بس it fails to calcify ما فيها tubules وبيصري بصري لها calcification later on من vesicles مش من mineralization vesicles مش من اللي هي concentric mineralization type اللي بيصير بيه الدينتين والسمنتم فهي الأودونتوبلاست junction وهي الهيالين layer الدوتس منطقة structureless ما فيها structure ولا فيها dentinal tubules ولكن بصير لها calcification هل هي بتكون hypocalcified ولكن بصير لها calcification من شقة الدينتين عن طريق vesicles mineralization vesicles عن طريق السمنتم اللي هي أو شقة السمنتم جهة السمنتم بتصير فيه زي كأنها diffusion أو بتتداخل مع السمنتم لأنه السمنتم mineralization بتكون very slow والهيالين هي مادة مادة لزجة زي كأنها بتتداخل مع السمنتم سمنتم وبيأثر كمان على calcification تبعة الهيالين layer فأحيانا احنا بالvery high magnification ما بنقدر نميز الهيالين layer بتكون زي كأنها intermingled مع السمنتم بس هاي الطبقة هون بهاي بهاي image هي granular layer of tombs بعدها بتيجي اللي هي dentine طبعا هاي dentine tubules واضح هون عنا كمان اللي هي inner dentine اللي أنا حكيت لكم كمان بالreport اللي بتبتلكم يعان وأنا بدي ياكم تاخدوا مش بس الصور تبعة dentine اللي هي قريبة من dentine نعمل جنكش أنا كمان بدي صورة ب magnification عالي قريبة من pulp اللي هي inner surface of the dentine لعني أنا بدي ياكم تشوفوا اللي هي ال pre dentine بدي ياكم تشوفوا المineralization front بدي ياكم تشوفوا كمان اللي هي ال odontoblast تمام هاي الodontoblast هاي المant dentine او سوري هاي ال pre dentine هاي calcification front اللي هي الخط اللي بداية calcification هوني عنا اللي هي circum pul dentine هوني عنا كمان صورة طبعا هاي البulp هاي ال pre dentine سوري هاي الodontoblast هاي pre dentine هاي ال calcification front وهاي identity طبعا ازا نطلع على البulp ففي عنا هون اللي هي cell free zone اللي هي بتيجي sub odontoblast layer cell free zone في عنا cell rich zone اللي بتكون فيها fibroblasts اللي بتكون فيها el mesenchymal cells okey دكتورا نعم ال pre dentine بيبين بالسن العادي ايه ايش ازاك بالسن العادي يعني بالسن الطبيع مش بيكون في عنا dentine طيب pre dentine بيكون مبين برضو ولا لا طول ما في يعني histologically طول ما السن كان عايش طول ما في odontoblast في عنا pre dentine طول الوقت الodontoblast بتعمل عنا pre dentine هلا بدك تقولي ان احنا منقدر نمييزها مثلا بال x-ray ما بتقدر تتمييزها بال x-ray بس تقدر تتمييزها بال histologic sections هاد سؤالك اه تمام تمام دكتورا شكرا اوكي تمام هوني عنا ground section اه اكي هوني عنا السيجمويد زي ما انتم شايفين line في عنا اذا بتتذكروا هذا اللاين اللي هي الاون line بتتذكروا والا حكينا عنه قبل شوي كيف انه بصير في عنا آآ 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 سيجد سنو شوي شوي آآ سراحة تعطوني بس هيك ثاني آآ نعم اللي هي اي واضحة عنا يا هون في عنا هون اللي هي آآ وحكينا انه بتكون آآ طبعا هوني عنا البلب هوني نبين عنا بوضوح السيجمويد آآ أو البرامري كالفيتشر دنتين وانامل جنكشن بعدها في عنا اللي هي المانتل دنتين والسركم بال بال دنتين آآ هوني عنا ازا ملاحظين هوني عنا انامل وهوني عنا سمنط وهاي اللي هي السيمنط وانامل جنكشن ازا هوني عنا الوفرلابين سيمنط وانامل جنكشن هوني عنا انامل هوني عنا سيمنط اوكي طبعا هوني عنا الدنتين هاي دنتين وانامل جنكشن ان اي هوني عنا اللاهايالين آآ لير هوني عنا الدنتين و سيمنط جنكشن هوني عنا طومز جرانيولر لير اوكي وهون عنا طبعا السيركمبلبل دنتين اذا بتلاحظوا هون ممكن يعني اذا شوي ممكن تلاقوا اللي هي هو المانتل دنتين طبعا هذا هو السيمنتم هون يبكون عنا السيللر افايبريلر سيمنتم بعدين هون بكون عنا السيللر سيمنتم بعدين عنا سيمنتم بعدين عنا سيمنتم بعدين عنا بعدين عنا سيمنتم بعدين عنا سيمنتم both of them are physiologic dentine والprimary dentine deposition تبعه بيكون بالemperiologic stage أما السكندر dentine بيكون after بيفصل ما بينهم new natal line طبعا هاي البلب هاي الأدونتو بلاست ونعنى الpre dentine يبين أنه هو كيف less calcified في كمان lines بكرة إن شاء الله رح نقدر نشوفها على higher magnification of the dentine الفون ابنر lines هي daily أو الإنcrement daily increment of line اللي بتكون على dentine tubules بتبين عنا على إنها darkly stained line بسبب hyper mineralization بسبب الactivity حكينا بين الفون ابنر line والفون ابنر line في عنا working day of the odontoblast اللي هي بتكون تقريبا سمكها أو thickness تبعتها for microns حكينا إنه ال صحيح for microns حكينا إنه الодontoblast كل 12 ساعة بتحط two microns أوكي هاي كمان الفون ابنر line أوكي فكرككم إيش هاي المنطقة إيش هاي الاستراكشر enamel enamel أوكي لاش حكيتي enamel شو شايف انت هون بهذا الاستراكشر enamel rods enamel rods وشايفين إحنا كمان enamel straya of redzius آيوة straya of redzius straya of redzius كل الاحترام تمام في عنا ايش هادا line dentino enamel junction dentino enamel junction كل الاحترام ايش عنا هاي الطبقة اول شي احنا نحكي crown ولا root كيدي crown في عنا انامل في عنا انامل صح طيب ايش هاي الطبقة اللي هي بيضة هون ايش هاي الwhite layer mantle مانتل مانتل دنتين اوكي هاي المانتل دنتين لا انا اسفح هاي الين layer اوكي هاي المانتل دنتين اوكي بعدها بتيجي عنا السركم بل بل دكتور الهيالين اللي هون عند الjunction نفس وظيفة الهيالين اللي كانت تحت صحيح صحيح اوكي هوني عندنا new native line اوكي هاي واضح very distinctive line اللي هو هدا النيالو تفصل بين الدنتين اللي معمول بي او اللي تم انتاجه بال الامبريريولوجيك ستيج وبين الدنتين اللي تم انتاجه بال اوكي عنا هون البلب كل ما بتشوفوا سلز زي هاي لنعرف انه احنا في البلب اوكي عنا البلب عنا الودانتوبلاست عنا هون ترشير دنتين اوكي زي ما انتم شايفين هاي هاي اللاين اللي تبع الترشير دنتين ترشير دنتين حكينا انه بكون less mineralized لانه ليش less mineralized لانه ينتج بسرعة اكتر من السكندر دنتين لانه بكون نتيجة ايوه خلاص اه اوكي ينتج بسرعة اكتر لانه بكون نتيجة بكون نتيجة يا اما ري اكشن ري اما ري اكشن اما دنتين اه طبعا هون نعم الترشير دنتين الترشير دنتين نعم ما له اه ما له تفضل اوكي لا ترجع احكي لنا ايش سؤالك اه طبعا هون عنا سي اللي هي ال بري دنتين اوكي و اي طبعا هي برايماري دنتين او اه بها الحالة يعني هو القصد القصد مش برايماري القصد انه هون تصبح البلدنتين شايفين هون السكاء الترشير دنتين انه واضح دايما الترشير دنتين سواء الريبراتيب او ري اكشنري بكون هايبو كالسيفايد شايفين حتى الترشير تبعته ما بتكون كتير بتشبه السكندري والبريماري دنتين هاي الصورة كتير واضحة على البلد كمان حلوة يعني انه مش بس دنتين كمان هاي الصورة بتأمل بكرة نقدر نشوف مثلها بالسلايد اللي عنا اياها في عنا هون البلد كتير واضح عنا السيل فري زون في عنا واضح هون عنا في عنا هون الودونتوبلاستيك لاير في عنا اللي هو البريدنتين واضح جدا البريدنتين هون بعدين طبعا بيكون عنا المنراليزيشن فرونت بعدين عنا السكندري دنتين بها المنطقة في عنا ترشير دنتين بعدين السكندري دنتين اوكي هون يبدنا نحكي على dead ends والسكندري دنتين هاي الصورة اللي هون اللي أنا بقشر عليها هي الانامل طبعا هاي كاريز بالبت وبعدها منشوف اذا انتم ملاحظين هون الانامل بها دنتين بالجراون سيكشن مبين انه بلاك او لونها غامق في هاي المنطقة الدنتين مبين انه هو فاتح كتير او transparent نقدر نقول ليش لانه هاي الground سكشن نحن نشوفها under light microscope لما يكون calcified tissue it won't permit the light انه يخترق calcified tissue انه رح يصير له refraction اما لما يكون عنا sclerotic dentine حكينا sclerotic dentine هو transparent هون عشان هيك احنا قدرنا نشوف sclerotic dentine بالground section على اساس انه it allowed the light to be transmitted through the sclerotic dentine عشان هيك بيبين عنا زال transparent parent احنا 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 نقول انه هاي ال part of the dentine is sclerotic filled filled with air اما sclerotic dentine فبكون فيها deposition لل hydrosy apetite لل crystals داخل هاي هون عنا dead detract هون عنا sclerotic dentine طبعا هون stimulus هدا البلب هون عنا stimulus بالحالتين بصير فيه تموت او apoptosis او لل odontoblast هون نفس الشي في عنا dead detract وفي عنا هون sclerotic dentine او كي يعطيكم العافية دكتورة يلا صورا نعم بكرا ايش من الصور او اللي رح نطلع عليهم انا رح نحن رح نشوف بكرا سلايدز بتبين لنا full length of the tooth كما رح خليكم تشوف cross sections على اساس تشوف cross sections تبعت dentine tubules بكرا ناخد اميجز انا بعتلكم البروتوكول كمان مرة على الموديل ايش بكرا لازم تاخدو اميجز رح تاخدو 4 اميجز للدنتين للدنتين والبالب و3 اميجز للسيمنتم رح تعمل 2 ريبورتز يعني بكرا لازم تسلموا الانامل ريبورتز وتعطوني الاسبوع اللي وراه اذا الله احيانا 2 ريبورتز واحد للسيمنتم واحد للدنتين دنتين انبالب تنسوش لو سمحتوا تطبعوا اللوكبوك على اساس اللي بيسلمنا الانامل انوقع له عشان نفضل له كمان العلام اوكي اه طلعوا على اللي هي الريبورت اللي كتبتلكم اياه وبعدتلكم اياه على الموديل